شكرا معلقنا كابتن احمد مناء انتهت احداث الفترة الاولى والثانية بنتيجة 43-33 تفوق من الاتحاد السكندري برحب به كابتن عماد للمرة الثانية ها نسألنا كابتن هايس كابتن سلعوي برحب بحضرتك للمرة الثانية اهلا نسألنا كابتن سلعوي رأي حضرتك الفني عن الاحداث الفترة الاولى والثانية اللي حصل الى احنا بدأنا بداية غير موفقة مع بداية المباراة دا قدت الى الفرق الموجود لغاية دلوقتي. عملنا تغييرات قدرنا. اول تعادل لنا كانت ستة عشرين ستة عشرين. انا في رأيي الشخص اللي لازم نقلل شوية اخطاء الترنوفر شوية. عندنا ترنوفر شوية كتير. في نص ملعبنا كمان دي مشكلة. في نص ملعبنا كتير. والدفاع برضو شوية لازم الدفاع يقوى عن كلا شوية. تراتة واربعين نقطة في عشرين دي اكتير اوي. اوي. صحيح. يعني فعلا كتير اوي. لكن وانا شرائي شخصي ان بداية الشوت تالت هي اللي هتحدد. المباراة. المباراة. كتنا ماذا رأيي حضرتك? والله اكتبت ان عايسة من زي ما حضرتك قلت. احنا الشوت الاولاني خالص فرق. تمانية. وشوت التاني فرق. باسكت للاتحاد. ان الاتحاد فايز علينا. فرق تمن نقطة في الشوت الاولاني. بسبب اه البداية غير موفقة. وشوت التاني قدرنا نلعب. بس انا شايف ان بعض اللعيبة لازم يشدوا حلم شوية. انا شايف حاتم البحاري لازم يجمد شوية. ما نفعش كده. من شايف عبدالله ناظر ناشئ صغير بس الله اكبر عنده امكانات عالية. لازم يتعب شوية. لازم صانع اللعب. لما اللعيب البيبوت الصغير ده لما كرة صانع اللعب يفتح له زاوية الرؤية يخليه يعرف في باسك واش ان يعرف للنجري. ان شاء الله ربنا وفاهم اه انا شايف عمر الجندي مقاتل. بيجي على قد ما يقدر. وانا ما فيش اللوم عليه صراحة. انا شايف ان هو نجم المبارسة. رابط هو راجع من كورونا. انا ما شاء الله هو. نجم الشوطين دولة. نجم الشوطين. عابو النصر شايف ان هو خارج الفورمة. معرفش ليه. الام كده ليه. يعني ربنا سأل الكس برضو اللي عاوزينه يفوق شوية. سيف سمير لازم يلعب. يعني لو لعب نصر النصر اللي فاتح مكاني يمكن نذكر. طب حديك شايف مشكلتنا دفاعية مشكلة دفاعية. وانا قلت في البداية ده دفاعية واخضاء فردية. خلينا يا كابتن لما نرجع نحل الارقام برضو ارقام صوت الاول والتاني. ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع بعدين حل الارقام الفترة الاولى والثانية. ولكن بعد فاصل.